صلت مركز المعلومات ودعم اتخذ القرار بمجلس الوزراء الضوء على ارتفاع إرادات قناة السويس من نسبة 20.7% وذلك خلال عام 2021-2022 لتسجل حوالي 7 مليارات دولار لتحقيق بذلك أعلى عائد في تاريخها وفي رسم توضيحي استعرض المركز الطفرة التي شهدتها قناة السويس من خلال زيادة عدد السفن العابرة للقناة بنسبة 15.7%